يعد ملف تلوث البيئة في محافظة البصرة بسبب الشركات النفطية إلى الواجهة مجدداً من بوابة مفوضية حقوق الإنسان في المحافظة المفوضية أثارت مسألة التلوث البيئي الناجم عن الغازات المرافقة لعمليات استخراج النفط في المحافظة مجدداً وأطالبت بموقف برلماني حقيقي لوقف الكارثة البيئية التي يتعرض لها السكان المفوضية طالبت بحماية السكان من تلك الانبعاثات الغازية المضرة صحياً وبيئياً وبوضع حد لإهمال واستهانة الشركات باتباع إجراءات المعالجة المرافقة محذرة من ضعف وشلل في الخطوط الرقابية وانعدم هذه الرقابة في عشرات المواقع النفطية خبراء في البيئة أكدوا تقديم مئات الشكاوى إلى الحكومة المحلية بشأن التلوث الناجم عن تلك الغازات وما ينتج عنها من أمراض خطيرة مضيفين أن الحكومة أهملت كافة الشكاوى مشيرين إلى أن أجواء المحافظة صارت خانقة بسبب تلك الملوثات الخبراء حملوا مسؤولية ملف التلوث للحكومة القائمة والحكومات السابقة أيضاً خصوصاً وأن العقود المبرمة مع تلك الشركات لا تفرض عليها معالجة تلك الغازات وهو أمر أهملته الحكومة خلال إبرام العقود تلوث جعل محافظة البصرة بؤرة لتفشي العديد من الأمراض من أبرزها السرطان بسبب قرب المصاف من بيوت السكان وعدم معالجة الإنبعاثات الناتجة عن استخراج النفط ففي نهاية العام الماضي أقر مركز الأمراض السرطانية في البصرة لأن المحافظة تسجل سنوياً 2300 إصابة جديدة بالسرطان نتيجة التلوث البيئي وبأن زيادة السنوية المتوقعة للإصابات تبلغ عشرة بالمئة